تحيتي للجميع و الجمهة مباركة و السبت مبارك و الحد المبارك و الأيام كلها مباركة اليوم سوف نحضروا كيف مات الرسول أنا برأس فيما كنت مسلم كانوا يقولون نزع مرد ومات ولكن عمرهم لم يقالوا لي لماذا؟ لذلك لقد فهمت لماذا الرسول مات و كيف مات بكل بساطة الرسول مات مسموم و هذا ما لم يقالوا المسلمين مخبعينه و هنا سوف نعود لكم القيصة قيصة الموت كيف تدفنه كانت من غزوة خيبة في السنة السابعة هجرية أرجع و من أرجع و جاءت أحد مرأة الذي اسمتها زينب بنته الحالي التي كانت هي مرأة سلام بنو مشكم بنو مشكم أحد زعامة اليهود جاءت و قدمت له أحد شات مسمومة كلام منها لا هو ولا الصحابة الذي معه مرأة و يحس بأن شيئا ماشية و يمجمعوا اليهود و يقولون أنهم سألتكم على شيئا و يقولون أنه و جاءتكم على شيئا يقولون كان لهم تريد أن نعرف ماذا يتجلب أنك سوف نحن الله منك و لكن لن تفعل على النبي أو سوف هدع معجزة أو تحبط لأنها لن يتجلب أو شيء من هذا القبيل بينما هذا كله لا يوجد مطرع الرسول لا إذن هنا السؤال الذي تطرح لو فعلا محمد رسول الله هل يجعل النبي يموت بسمه ؟ يجعل كل اسم ؟ بدون أن يتحرك أي شيء ؟ وصفت لك البراق لكي تلك السماء السابعة ونتمه فيها أفضل أن يكونوا جبريل أو شيء فهو تنطق الكشتات سأقوم بالفديو هذا كل ما لن يوجد ونضع لكم حتى الأحاديث والمصادر من هذا المكتب لكي يجب أن يكون بحقًا لا يجب علي ايه ايه لا اله الى الله محمد رسول الله كانت حديثة السم بعد فتح خيبر فقد روى البخاري انتم عزيز عليكم البخاري ومسلم البخاري في الحديث 2617 ومسلم في الحديث 2190 عن انس امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتم اسمه ماء فأكل منها فجئ بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت اردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك علي قالوا انا نقتلها قال فما زلت اعرفه لكن روايتين كان رواية تقولك قطعوا العراسة في البراسة وكان رواية اخرى تقولك الله بغي ما زل يعرفها سيخبره حتى يموت الصحابي اللي كان معاه بشر بنوء البارع مني مات بشر بنوء البارع كان فارسة اخرى يقول اعاد غادي قتلها وكان حتى احاديث ديل عائشة يعني تثبت صحة الكلام بانه كان يعني لانه قتلت سنوات وكي تعدب بانه قتلت سنوات وكي تتعرفوا كل واحد وداته وكل واحد شحار خدار كونتيتين بانه قتلت سنوات سيبقى تعدب عائشة بفمها تقول يعني في احاديث كثيرة ما زالت وكانت خيبر تعاودني كل عام حتى كان هذا اوان قطع ابهاري الراوي عائشة وابو هريرة المحدد الالباني والمصدر صحيح الجامع الصفحة او الرقم 5629 خلاصة درجة الحديث صحيح هذا كل حديث صحيح اللي نجيب لكم ما نقدر نجيب حديث ضعيف حديث ضعيف حنا قاعد نستندوله اذا ها كيف يفهم وكيف مسألة اخرى لانه يقول لك الرسول لا يتعفنه لا يموته وهذا غير صحيح لانه كلمات اثنين في الصباح وقوموا بقينا هذا الآن في الصباح بعد الدفن لماذا نتعفنه الرسول أمتن في الصباح فلعنه لأنه ي packing بالمشارع حتى عندما جريبوا اثنين نظروا حيث كانوا ليردان يتملك البراء والثان يدخل الكرسي بنا وفي البلاثة سيقول لهم المقولة ابو بكر الصدق فمن كان يعبد محمد فإن محمد قدماته ومن كان يعبد الله فإن الله حي الله يموت سيخرجوا واحد العدد كبير من المسلمين الذين كانوا مسلمين هيرسحة لأنك تعرف إما تسلم إما يقتارك راسك إما تخلص الجيزية الجيزية ستخلص بثامن باهد لا يقدم عليه الجيزية لا هي الزكاة لأن الناس تخلص حتى ما بين الزكاة والجيزية يضطر أنه يسلم ولكنه لم يقتارك لأنه لا يفتح شيء يقول لك أنك تؤمن بها ونقطعك راسك ونقطعك ونقطعك بمعنى إذا نقارنها في الثامن اليوم فإن الله يضطني أكثر من ألف وخمسمائة دولار أو أورو في الشهر لأنك ترقيت مسيحي ونقطعك يهود ونقطعك يقول لك المسلمين يمتل عليك في الإسلام ومن يمتلون من ألف قبل المسلمين سيرتدون من الناس ونقرد الإسلام من ألف قبل المسلمين سيؤديهم بعض المسلمين سيمنعه في حروب أو مختلفة ولماذا؟ لأن الرسول أعمرهم بقتل المرتب وندمه لخلجه من هذا الدين سيقتل الشللدين يجب أن يسأل أحد أين هي الرحمة في الإسلام لماذا كانت تأمن بالسلسل و قتلك هذا المرأة تريد أن تدعي أن تأتي من رسالك الله إذاً 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 لماذا السعودية لا تسمح بتحليل جثة الرسال لماذا كان يبدأ الرسال في ذلك الخبر؟ أنا لا أعتقد لأن هذه الكعبة رغمت بنا تحت العباسيين أين يكون هناك الرسال الميركوبي العباسيين؟ هم؟ المرقبة الأولى كانت الأمويين في البطراء والتي فيها المواصفات الأحاديث والقرآن والذي تسمعون والذي تعلمون بينما يعترفون يعني علماء الأطار في السعودية في السعودية كي يبنيون غاتسيين كي يحفرون لهم الساس قدشنا تحت الأرض أعمرهم القواة حتى فرتيتة فرتيتة تدل على هذه الحاقبة أصلاً إلى جعل الألف هذه 1400 سنة لم يكن شيء اسمها مكة وما كانت أصلاً في حتى خط القوافل اللي كانت تجي من اليمن إلى البطراء كانت بعيدة على مكة وبعيدة على الساحل من الوسط كانوا يقضعوا هما إذن هذا كله هو وهنا تحدث السعودية أنها تسمح بتحليل ولكن لماذا المسلمين يؤمنون بأشياء ولم يكن يحفرون يحفرون فيها كانت تخسروا الآن تمنيت المليون للحجر لكي تقضروا على الحجر يقضروا 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 ويقضروا حتى هذه العفطة لكم ذكرات إبراهيم ويقضروا الحجر الأسود مصر أمين البطرع الكعبة الأموين ويقضروا مكتوب بالمصادر يعني لماذا لم يكن المسلمين لا أريد أتكلم ملحد أو أريد أتكلم على العقل فهم هذا المعتقد الذي تعتقده صغير يقضروا يقولون يأتكلم يجب أن إعجاب إلا هؤلاء سأتكلم أن تكون أحمق ويقضروا مكتوب ويأتكلم لك أتفرها ويأتكلم له يقول أحضر فالجنة صاحبه و كنت يقولوا لي اي 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 اتشفين صافره و انت حمار قيتي و انت حمار قول و او اخصي ان يعتقد بان الرسول رعه خلاصة الموضوع ان الرسولين تعرفوا الملحدين لا يجب أن يحرق لهم قليلاً لأنهم مغيبون وكثيراً لا يوجد مسألة الدنيا لا يوجد أفضل الشعوب لا يجعل الإنسان يفكر ويقول أنه يتقبل أي شيء ويقول أنه يتقبل الإنسان لأنه يتعطي الغطاء الديني والأداسة والألوهية إذن الرسول لا يسمونه بكل بساطة إذا كان فعلاً يسمونه إذا كان فعلاً ثلاثة يموكي خناز فعلاً الرسول تعفنا وأنا أتحدى السعودية لا يمكن أن يحلوا القبر يحلوا القبر ويشوفوا ويقوموا له العديدين ويكون حجة للمسلمين لا لا ويسلموا الكرة الأرضية هذا في صالح المسلمين يمكنك أن يشوفوا هذا المائج ما يشوفوا مدفون من السيد بك إيج تحية الأحرام للفيذا مقويل